اتحاد الكرة كان ينوي ينوي قالت محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر ركز معاي محمد غرابة اللي شغال لسه جديد مع الجهاز الفني لفيتوريا اتحاد الكرة فكر وقعد في جلسة عشان يقيل محمد غرابة يعني بعض اللاعبين بيتكلم على محمد غرابة والله فيه تسريبات بتحصل من المنتخب في وجود محمد غرابة ده كلام بتاع اتحاد الكرة ده رأيي اتحاد الكرة يعني وفيه اخبار بتتسرى فيه اختراك للمنتخب في وجود محمد غرابة اللي مسؤول عنه يعمل حاجات دي كلها انا هقولك بصراحة رأيي بصراحة شديدة ده الخبر انه كان فيه نية لإقالة محمد غرابة وحسن معلوات محمد غرابة لم الموضوع اتحاد الكرة اعتزل اتحاد الكرة وقال لهم الامور للفترة اللي جايه هتبقى احسن واخلفه محمد غرابة كان جاي منتخب مصر ضد رغبة كثير من اللي موجودين في اتحاد الكرة بكز معاي كثير من اللي موجودين في اتحاد الكرة بس انا عندي منطق افهمه انا الهدف على محمد غرابة وقال لهم انتقد اتحاد الكرة دي حاجات داخلية ربما يكون اتحاد الكرة عنده حق فيها وربما يكون محمد غرابة مظلوم فيها انا بس نفسي يا جماعة ندي اي فرصة لأي بني ادم انه يشتغل شوية يعني ممكن اغلط ابدأ شغلي هنا والله اول يومين تلاتة كده اه اغلط غلطتين ما نفعش اول ما ابدأ تقول لي انت لحق انت غلطت اتزايا تعمل الكرة امشي لا يسيبني اديني فرصة اديني فرصة اتعلم اولا راجل محمد غرابة ده لا يسيبه محترم بس اول مرة يشتغل مع منتخبات ومنتخب مص الاول فربما يكون عنده بعض الاخطاء ربما بيبقى عنده بعض الخبرات اللي عايز يكتسبها ربما مش عالطولة جماعة اقالة عالطولة على فكرة كابتر عبدالزار السق ان هم كانوا بيفكروا يكلوا محمد غرابة ويعينهم عبدالزار السق وفي الاخرى الامور تلمت ومحمد غرابة مكمل بس باي منطق اي حد بيبدأ شغل جديد نمسك له العصايا ونقول له ايه لطلع برة لا انفع على مدير اداري ولا مدير كورة ولا مدير فني ولا مدرب ولا لعب صبرا صبوروا شوية يخلوا الامور طول الوقت ملمومة طول الوقت ملمومة ده فيما يخص محمد غرابة والوضع بالنسبة له ترجمة نانسي قنقر